نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام وكثير من الناس زي ما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى بروي الحديث أو بذكر الحديث بقوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عثيمين ولم يقل ابن عباس رضي الله عنهما كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه كان رديفا له قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم دمنه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ذات يوم فقال وفي رواية فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات أدي عبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتقال من باب التنبيه أو من أجل التنبيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ست كلمات وهذه الكلمات الست فيها من الفوائد ما لا غنى لمسلم ولا لمؤمن عنها لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أهمية هذه الكلمات بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات أنا قال لذا أردك معلومة معلومات أو إني أعلمك كلمات هذه الكلمات وهذه الجمل فيها من الفوائد الشيء العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله قال ابن عسيمين قال ابن عسيمين رحمه الله احفظ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده تحفظ الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره الله أمر بأمر انت تفعل الأمر دا واجتناب نواهيه نهى عن شيء تترك هذا الشيء وتبتعد عنه والوقوف عند حدوده حد حدوداً الواجب عليك ألا تقربها والواجب عليك ألا تعتدي هذه الحدود شكيتب تحفظ الله سبحانه وتعالى في سمعك بأن لا تسمع أو أن تبتعد عن سماع ما يغضب الله تعالى تحفظ الله في بصرك بأن لا تنظر إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى تحفظ الله في لسانك بأن لا تتكلم بما يغضب الله سبحانه وتعالى إلى آخره وتحفظ الله في هذه الجوارح وفي غيرها بفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى تذكر الله تغضى البصر تسمع القرآن تسمع المواعظ العلم النافع إلى آخره احفظ الله يحفظك كان حفظت الله في شرعه وفي دينه وفي جوارحك فإن الله سوف يحفظك بعدين الكلمة الثانية قال له احفظ الله تجده تجاهك وفسرتها الرواية الأخرى تجده أمامك تجده أمامك يعني حفظت الله في الرخاء إذا جاءت الشدة حفظك الله سبحانه وتعالى إت في الدنيا دي مجاهد نفسك وصابر على طاعة الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بعدين لما نجيك الموت الله بيحفظك مش بتجي ملائكة عشان تكبض روحك الله بيحفظك ما تموت سو خاتمة تخش القبر الله بيحفظك ما يعزبك في القبر تقوم يوم القيامة الله بيحفظك ما تخسر تنصب أو ينصب الصراط الله بيحفظك ما تقع من الصراط في النار الله بيحفظك يحفظ الله تجده تجاهك الكلمة الثالثة إذا سألت فاسأل الله ودي الصوفية ما قادر يفهمها أبو محمد المنتصر الناس زل يا ناس فتحوا لون الإعلام وما تغتر في ناس مساكين كتار يقول لك ياخده بجيبه في التلفزيون إنتا سوني شدت ذا بجيبه في الرادي ما بجيبه في التلفزيون يعني ذا كويس الترابي بجيبه في التلفزيون كويس يعني التلفزيون دا ما مقياس للدين التلفزيون ما لخبت ما لخبتها لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى إعلانات بجاي مرا فاك شعر بغادي دا بجاي ناطي دا صوفي دا أخو مسلم دا ما مسلم خاشي جوا التلفزيون الناس زي التلفزيون ما معيار للدين ولا مقياس ما تختر تبقى ذون مسكين ساي يقول لك الذون اللي أخب يجيبه في التلفزيون بيقول شنو ولك كلامه مقنع يعني إنتا مسكين أغنعك تخلي الله وتعتقد في غير الله دا الشي الأغنعك بيو يا أخي الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخرا قال بعد شنو لا برهان له به مصدق كلام الله ولا مكذبه شاك فيه الله قال لا برهان له به أست اعترت ناديت الله جاءتك كربا ناديت الله ليه ناديته دليلك شنو قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون دا عتر الصوفي محمد منتصر ولا غيره عتر دا رقع نادي المكاشف أستة محمد منتصر بحجمك دا المكاشف إن حاجب يقدر يرفعك دا رتقع كذي إنت بيقدر يرفعك والله مبارك والله إنت بيقدر رفعك يا أخي إن حاجب قلي ميت تعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى زولي يا أخي يجيبوا في التلفزيون ويقول قال بيقول نظر يا شيخ فلان وياها لله وقال ألف وبه بل أس ما جاب وأس لا في في ألف وألف ما فرتقى ما في أي شيء قال ألف إذا اعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى ما في أشيء هس أنا طاقتي دي إن شاء الله أخونا وشيخنا فضل دير طاقتي أخلي فضل أقول لي موسي أجيب طاقتي ولا أقول لي فضل دي يا شيخ فضل أدني طاقتي إت أي شيء عند الله الله قال وإن من شيء ومن هنا ما للتبعيد من هنا للجنس يعني جنس الأشياء وإن من شيء أي شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إت أي شيء عند الله تنادي الشيخ لي الشيخ عنده شنو الشيخ ما عنده أي شيء يا زول الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء الأمر كله بيد الله والملك بيد الله قال تقول نظرة يا شيخ فلان ده محمد منتصر مسجل فيديو صورة وصوت معروفة قال الدليل قال إذا اعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى وده كذي يعني زي المجاز يعني المجازة بقرينة والمجازة كلام طويل إت ما ممكن تقول يا شيخ فلان الحقني ويكون قصدك يا الله تلحقني ما ممكن أصلا قال قال الدليل قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم السيد هنا فيها نظرة انظرونا يعني انتظرونا انظرونا يعني انتظرونا يا أخي خلينا انظرونا بمعنى انتظرونا المؤمنون والمنافقون كانوا اللي اتنين جنب بعض ولي كان المؤمنون في آخر الدنيا والمنافقون في آخر الآخر ولي كانوا اللي اتنين جنب الصراط أو فوق الصراط مش كانوا شايفين بعض شايفين بعض يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا معنى انها زيل جنب بعض وبيسمعوا في كلام بعض زيل زول بيقول لك الميت بنفع الدليل حديث موسى عليه السلام ده سبع أوجه والله تمانية أوجه بالدلل انه الميت ما بنفع ما بتناديوا لان النبي عليه الصلاة والسلام لقى موسى عليه السلام ولا ما لقاه لقاه والكان بيطلع فوق ويجي راجع وقللوا الصلاة موسى عليه السلام ولا النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام انت الشيخ لقيته انت فوق قاعد فوق وده لقيت تحت لقيته انت هزي ما لقيته وانت طالع وين وانت نازل الى اسفل سافلين وانت ما جايب خبر والله الذي لا يلقى كل شبه وهي يعلقون العبادة بغير الله سبحانه وتعالى يا اخي توب لي الله يا محمد منتصر انت بكرة تموت والله ديل ما يسولك اي شي عند الله اما تبتع ولم يتجاوز الله عنك قال الله تعالى انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا تمس قدام الله يا اخي تقول ليه يا الله الناديل كانوا بنادوك انا قلت لهوني نادو شيوك تقدر تقيف قدام الله سبحانه وتعالى بعدين الحاجة التانية في الآية الله قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نحن نتبع كلام المؤمنين ولا نتبع كلام المنافقين نتبع كلام المؤمنين يا اخو نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله لله المثال الأعلى هسي التماشي مسافر برى البلد زوجتك قلت لها مره إن دائرة قروش أمشي لأخوي أخوي دايز مفلان أمشي له المره دي لو احتاجت قروش ومشت لواحد من ناس الجيران غلطانة ولا ما غلطانة مش غلطانة لو مشت لبتاع الدكان غلطانة ولا ما غلطانة غلطانة ما خالفتك لو مشت لأخيك غلطانة ولا مصيبة مصيبة ودير هنا المصيبة لكن هنا أصابتي النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله دير تسأل داريب واحد فاسأل الله الشيخ دت مش ليه ودت غلطان زي المره المشت للجيران واحد ما خالفت وكشفت حالك وفضحتك وبعدين شاء الله تحسك بين الناس إذا سألت فاسأل الله بس ما قال لي ابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت نادينا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال لي نادي أبا بكر الصديق ولا قال لي نادي عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ولا أمره أن ينادي غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله شكيت في الصلب تقول إياك نعبد وإياك شنو نستعين إذا تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر أو القصر يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله دي الجملة الرابعة الجملة الخامسة واعلم أن الأمة والأمة فيها ناس من الأخيار الأمة دي فيها خير ولا ما فيها خير مش فيها ناس خيار قال له أعلم أن الأمة كلها لو اجتمعوا وفي لفظ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك تخلي عقيدتك في الكتب ولا في المكتوب تتخلي عقيدتك في الكتب ولا المكتوب ولله المثل الأعلى أنا مشيت القسم عندي مشكلة العساكر واقفين بالصف والضابط بكتب أمر قبض وها فلان أمر قبض أنا العسكري يجاب ليه أمر القبض بجيوه ولا بجي للضابط اللي أنا أقول له سعادته كذا أمسحه دين مسحه دتان عنده شيء دتان بيقبضك ما بيقبضك لله المثل الأعلى قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ودي الجملة السادسة لن يضروك أو لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام واجفت الصحف الأقلام رفعت وصحف جفت بما فيها لا تبديل لكلمات الله انتهى الموضوع ده تجعل عقيدتك في الله صحيحة والحديث ده أنا أختم أخواننا يحفظوا دفرتك ناس محمد منتصر ناس صلاح الخنجر ناس مين برير ناس حامد بابكر حامد بابكر ده التعارف بيقى زي الشماسي الف الشارع الشكل مع واحد دقاو كان بيلاوز بيقوله كان دقوني الناس بيقوله الزولة دقو ده الشكل اللولى الشكل الثاني لما في واحد برضو دمسوا دقاو الثالثة دقاو بيقى تاني كما عنده سبب بيجي شاف ليه لوري يمو عالتالة يجي هوي هوي أناس هو داري شاكل بس وأي محل يدمسوا بيجيه يدمسوا بيجيه يكفتوا بيجيه يدمسوا الثالثة ما عنده شي شفت الحديثة في فرتيق الصوفية جد في البلد والناس يرفعوا رأسنا الأيام دي لكن الرأس ده ارتفع ليقطع ولله الحمد الناس رفع الرأس ساي كوراك ساي في التلفزيون بيجيه صوفي بيجيه تلقاه واحد بيجيه كذي والشغل دي وانا يقعدوني في محل المزيع ده عندي أسئلة للطرفين لكن الموضوع طويل نكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم على نبينا اي الناس مسألة تشب هذه الكلمة ذي المرة الفاتت انا ذكرتها ذكرتها اللي هي انه الانسان اولا يؤصل الحق اول شي الحق تأصله الدعاء اي قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ده الحكم الشرعي ما تنادي غير الله عرفت الحكم الشرعي اي وريت الناس الحكم الشرعي اي في شبهات الشبهات سميت شبهة الشبهات يمع شبهة سميت شبهة لانها تشتبه على الكثيرين بين الحق والباطل بسبب الملبسين إت الشبهة واحد من اثنين يا شبهة مختفية موجودة في بعض الكتب ومتثورة وما منتشرة ما تجيب للناس خليك هذه متثورة وده الأصل منهج أهل السنة ومنهج السلف أنهم ما كانوا ينشرون الشبهات بين الناس لأن القلوب خطافة لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة لكن لو الشبهة انتشرت زي ما هناس الآن بشر شبهات انت بعد ذلك تجيب الشبهة وتذكر الشبهة بعد ذلك تجيب الأدلة الدامغة القوية على إضحاض هذه الشبهة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة ومن أقوال أهل العلم ومن ناحية اللغة ومن ناحية الوصول إلى غير ذلك الأشياء التي تستدل بها والأمور التي تستدل بها في ضحض هذه الشبهة نقطة أخيرة الشبه لما ذكر بعض أهل العلم الشبهة دائما فيها نوع عاطفة الشبهة في الغالب فيها نوع عاطفة أشكيتها لما تجي ترد عليها لازم تأصل الرد تأصيل تجيب قواعد تأسسها للناس تفقوا معاك فيها وتجيب الأدلة الواضحة والأدلة القائمة على الموعظة أحياناً يعني بجيب لك عاطفة يقول لك يا أخ الأولية والفقرة وهؤلاء وهو وهو إلى خير لحد دينا نعمالك الأولية التمالك مشكلتنا شنو؟ لا بعد شوية ما يقبل عاطفة بعد شوية نناديون ما فيه شيء شفت يجيب لك السم التجيب العاطفة ذاته نحن أولي من حبهن لكن أولي الججد وبتاع أنك ديل بعدين كونه تحبهن فرق بين أنه تحبهن وتعبدهن في تفصيلات في المسائل دي فالناس تلاحظوا للأشهاد وإلى غيرها إن شاء الله بيجي تفصيلات في الأمور دي كثيرة وفي بعض التفصيلات التي انتشرت ولله الحمد هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزيزي من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا